قال الرئيس الإسرائيلي إصحاق هرسج أن إسرائيل مستعدة للدخول في هدنة أخرى بوساطة أجنبية في غزة وذلك من أجل استعادة المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس وتمكين وصول مزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر قال هرسج أمام مجموعة من السفراء أن إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى والمزيد من المساعدات الإنسانية وذلك من أجل تمكين إطلاق صراح المحتجزين ولكن الأمر متروك لقادة حماس